قصة الفاتورة المثيرة للجدل في الأسكندرية أكلة سمك تكلفت 6000 جنيه تفاصيل معنا فوجئ مواطن بمحافظة اسكندرية وتحديدا في منطقة بحري بعد الانتهاء من وجبة سمك طلبها في أحد المطاعم الشهيرة فوجئ بأن عليه سداد قيمة الفاتورة وهي 6000 جنيه فلم يكن أمامه سوى سدادها رغم شعوره بحسب قوله أن في مبالغة في القيمة وبعد سداد المواطن الفاتورة المطلوبة من المطعم قدم شكوى للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالأسكندرية بمبالغة المطعم بشكل جبير في قيمة الفاتورة المطلوبة من جانبها نشرة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ما تدمنته فاتورة المواطن على صفحتها الرسمية هنشوف الفاتورة كان فيها إيه سعر كيلو جنبري وفقا للفاتورة بلغ 1200 جنيه وهو جاب 2 كيلو جنبري طلب 2 كيلو جنبري ب2400 جنيه وكيلو سمك من نوع الأروس 420 جنيه والسلطة دي يعني الباقي كان مفاجأة بس دي مفاجأة أكتر السلطة 300 جنيه إلا جانب أصناف تانية في الوجبة فالمهم كله تكلفت 6000 جنيه ده بيان الإدارة ومن خلال فحص الفاتورة مخالفة أسعار المطعم عن قائمة الأسعار المعتمدة والمعروفة وطبعا وبيانت المركزية للساحة والمصيف أنها تواصلت مع الشاكي والتقت به داخل المكان اللي بتناول فيه وجبة السمك وكمان وجهت صاحب المطعم بالمخالفة فرد المبالغ للمواطن صاحب الشكوى كمان أكدت الإدارة المركزية أنها طلبت من صاحب المطعم ضرورة الحضور للإدارة لاستكمال الإجراءات القلونية اللازمة بشأن ارتكاب مخالفة عدم الالتزام بالسعر المحدد بعد توجيه الإدارة لصاحب المطعم للحضور رد المواطن صاحب شكوة الفاتورة المثيرة للجدل واللي تقدم بالشكر لها على اهتمام ورد السريع في الشكوى وقال المواطن في رده جرت تواصل معي من الإدارة أثناء تواجد ممثلين عنها في المطعم واستبداد المبلغ الخاص به ترجمة نانسي قنقر